التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري وفريق العمل المكلف إعداد الخطة الاقتصادية للبنان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد وعضاء المجلس في حضور النائب ياسين جابر ومستشاري رئيسي الجمهورية والحكومة واطلع الحاضرون من فريق العمل بشكل مذهب على رؤوس أقلام الخطة إن شاء الله من بعد هذه المرحلة نجح نروح على مجلس الوزراء من بعد ما يتشكل ونعرض هذه الخطة ليتم إقرارها وكمانا نقدم نروح على مجلس النواب لأنه فيها رزمة كبيرة من التشريعات بدأت رفاقها لنوصل للأهداف المرجوة منها في عنا أول شيء مسار له علاقة بالبنى التحتية هاللي مش يسلك بمؤتمر صادر وإن شاء الله قريبا بس تتشكل الحكومة منبلش نشوف نتائج هالمؤتمر هيدا الخطوة الثانية هي هالدراسة هاللي ضوّت على القطاعات الانتاجية وهذا مطلب قديم القطاعات الانتاجية وأمل عربيد أن تؤلف الحكومة المرتقبة كي تعود عجلة الانتاج إلى الدوران ترجمة نانسي قنقر